اشتركوا في القناة المطلة على خط تعز عدن الرئيس عند منطقة الزيلعي والمطلة كذلك على اجزاء واسعة من مديرية خدير وعبدان والحازة والاهم من ذلك انها تفرض سيطرة نارية على خط امداد الميليشيا الى هذه المنطقة وتمكن الجيش والمقاومة من تحرير تبة العصيد والكريفة ومستوصف مدرسة الشرف وتبذر الاستراتيجية التي تطل على الراز والحفر ومنطقة الحوبان المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز بفضل الله سبحانه وتعالى تم اليوم السيطرة على موقع الفراويش وتبذرين وتبذر العصيد والكريفة حصيلة معركة الاثنين اسفرت عن مقتل احد عشر مسلحا من عناصر الميليشيا وجرح اخرين واغتنام كميات من العتاد والاسلحة فيما سجلت اصابة محدودة في صفوف الجيش الوطني والمقاومة طيران التحالف نفذ بالتزامن مع اندلاع المعركة عدة غارات في تبات الصالحين اثنتين منها اخطأت اهدافها بحسب مصادر ميدانية فيما تمكنت بقية الغارات من تسديد ضربات مؤثرة على مواقع الميليشيا وعلى سيارة عسكرية في المدهون شرق الشاقب وفي رد فعل على هزائمها اقدمت الميليشيا على تفجير منزل عارف علي عبد في الصارم شرق الشاقب بعبوات ناسفة واستهدفت بقذائف المدفعية عددا من قرى المنطقة يتقاسم المقاتلون في هذه المنطقة المتاحة من الاسلحة الخفيفة ومتى يسر من الطعام للثبات في هذه الجبهة المفتوحة على حرب لم تتوقف منذ اكثر من عامه